أهلاً وسهلاً بديكو في حلقة جديدة من قهدد صحاب معايا مش عارب بقول شيف عمر ولا الفنان ولا الريستورانتي صديقي صديقي عمر إسماعيل نكادش عايز بس أقولي مقدمة أنا وعمر نعرف بعد قبل ما نبتدي نشتغل مع بعض يعني عمر بيعمل وصفات لذيذة قوي على الإنستجرام فشفت حاجة بعد تهالك صح فلاقيت رده طبعاً يعني مكنش مصدق جمال الرد اللي رده علي وقال لي انت مش مصدق انت بتكأبت له يعني وبقينا صحاب قوي من ساعتها وبعدين لما جيش تغل عمر بقى إيه يعني هو أصغر مني شوية في السن فعدة في نفس الحاجات اللي أنا عديت فيها سواء كان علاقات أسرية أو سواء كان عشان مش عادين بقول قصة الحياة قصة الحياة والمطاعم والشركة والكلام بكله والنهاردة عمر هيعمل لنا وصفة لها علاقة بالتاريخ العائلة بتاعته لأنه هو اسكندروني فأنا هسيب عمر بقى من هنا يكمل وأنا هقف أسمع طيب أولا أنا متشرف إن أنا معاك بحب قوي الحلقات اللي بنعملها مع بعض دايما عشان فعلا زي ما شاف عشان بيقول قبل ما أتجوين صفرة قبل حتى ما يبقى فيه فكرة إن أنا أسيب شغلي ويجي أعمل البرنامج مرة عشان بعتلي على طبق كنت أعمله فاكر كويس قوي كان أختبوت رجلين أختبوت صلطة عشان بالسهل عشان بالسهل فبعتلي من نفسه وقعدنا كده اتكلمنا شوية وكانت حاجة بصراحة عظيمة قوي زي ما قلتلكم ما كانش لسه فيه في الأفق فكرة صفرة خالص النهاردة هنأمل مع بعض وصفة كشك السمك دي وصفة عندنا في العائلة بقى لها بنتكلم في 100 سنة النهاردة عمر اسكندراني أه أنا اسكندراني دي family tradition أو تقاليد عندنا في العائلة كل سنة لازم نتجمع كلنا وحتى الصغيرين بيأكلوا منها ودايما في كل جيل في حد بيتوارس الوصفة دي وصفة كشك السمك السوحلية في العادي بيعملوا كشك الجنبري وبيعملوا بنفس طريقة الكشك الألماذية تمام إحنا هنعمل النهاردة حاجة مختلفة شوية كانت زمان بتعمل بعجينة العيش أنا عشان نخليها موضرن كده فخلتها بالدقيه والزبادي لبابة بتاع العيش آه في السهل كده خلاص طيب هنقول المقادير بتاعتنا بسرعة أنا عندي الأول هنا شربة بنعملها أنا بشتغل بالسمك الأروس أو الوقار الـ 111 لكن ممكن نعمله بأي نوع سمك الوقار الـ 11 برضو ايه؟ ايوة عنده تلات خطوط هنا كده ايوة دي الوصفة الـ 1111 ايوة دي الوصفة الـ 1111 ايوة الـ 1111 بنشتغل بالسمك الأروس زي ما قلت لكم بس ينفع نعم بأي حاجة لكن الأروس بيبهو أحسن حاجة خلاص بالنسبة لي الأروس أحلى سمك هي والدنيس في الدنيا صح كده بتتجاب الأروس بتتقطع جزل بنزل شوية مية في مستيكا وبعد كده بنزل السمك بتاعنا لحد ما يتسلق بنرفعه طيب عندي ايه المقادير اللي بتنزل بقى في الشربة اللي هي في منها نصها بينزل في الشربة ونصها بينزل في الكشك اللي هي بتكون خمسة فاصة طوم فلفل حار طماطم ومالح وفلفل اعتقد هينزلولكم المقادير بالزبط لو انا فهم صح خلاص بنزل نصها في الشربة وبتبقى كده الشربة بتاعتنا خلصت بنرفع السمك ونفصصه زي ما حضراتكم شايفينه عندي ايه تاني عندي بصل محمر عندي نعناع ناشف شوية رز مخسول ومنقوع وهنا عندي دقيق وزبادي طيب أول حاجة هطلوه منك قدش هنحط الدقيق على الزبادي نضربه بالمضرب انا بدور على قوام التحينة بالمضرب ولا؟ بالمضرب انا بدور على قوام التحينة ننزل الزبادي ووضيه كده واحدة واحدة بالزبط كده ناخد معلقة وانا هنا الشربة بتاعتي سايبها بتغلي عشان نبتدي نشتغل وصفة لذيذة مختلفة جدا في الاخر بنسيبها تبرد وبعد كاب نعمل لها على الوش اللي هو النعناع وزيت الزتون بتتاكل ساقة بتتاكل سخنة بتاكل مع رز او مع بتنجمل تخليه وتتم بتاكل ساقة احنا بيكونها ساقة انا وبحب جدا الحاجات اللي بتبقى تتاكل ساعة احنا كلها ساعة معا بانسيح تقافوا بس احنا بنضحي عشانكوا قدينيه اه بتتاكل زي ما قلتلك ساعة بيتاخد معاها بتنجمل خليه وتتم وشواية ملبصل للاختر هو ده الايه ده التقاليد عندي طيب انت معايا الحديد من التخوى نحن نخلص الزبادي نحن ننزل الزبادي بس نعايز ننزله بغير المياه بليد أيوة ونقع بقى نزود دقيق ونضرب لحد ما نحس إن إحنا عندنا قوامة طحين ده أهم حاجة عندنا شربتي بتغلي أهو زي الفل طيب أنا الشربة أول ما هتبتقي تغلي هنزل بشوية الرز دول هيقعدوا بالضبط خمس دقايق أو حاجة أعلى ما يستوي لأن الكمية صغيرة زي ما أنتوا شايفين أول ما القوامة الزبت يا أهمر قولي علشان أنا بس متوتر شوية ليه بقى أنا بعمل سمك لهشام السيد اللي هو ملك البحريات عندنا لا والله يعني مرضو في سنة إيه آآ هيبك ده بالعكس خلي بقى لك كل الناس توقع تقول الكلام ده كلنا بمتعلم من بعض يعني ما يفعش حد اللي فاكر نفسه إن هو أفهمها كلها وعرف كل حاجة يبقى مش راب حاجة بالضبط يعني أنا مسلا عمري ما كنت تتخير لأنه أنا هعمل الكشك بالطريقة دي أنا بعمله الطريقة العادية زبادي وقيق وقلب وقلب وفي الشربة وبعدين بعد ما هيعمل يعني الطريقة العادية شكلها كده بقى شبهة فحيلة واللي عايز زيارة سنة كمان دي كمان حلو طب قولي عمر بقى التمثيل ألز بالنسبالك ولا الطبخ أه سؤال سؤال مهم هقولك حاجة اللي اتنين بيدوني نفس نفس الساتسفاكشن لا أكيتي حاجة بتديك بتديك اسمه إيه؟ الساتسفاكشن يعني إرضاء للرغبة أنا متهيئة لي متهيئة لي التمثيل بص هقولك حاجة أنا بحب التمثيل جدا 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 وهو بيديك فرصة عشام إن انت تعيش كذا حياة فاهمني قصلي إيه؟ فاهم فاهم بتبقى كذا بني آدم بتفكر بكذا طريقة بيخليك يبقى حاسة إن ليك كذا background أو كذا تاريخ فبيتخلك في الدنيا يعني دايما بقول الممثل الشاطر لازم بقى حد فاهم دنيا قوي إنما لو هتاخد الحاجة من على الوش أنا هعمل زابط فعمله زي ما شفته في الأفلام لا لا ممكن دايما تحط تحط التوتش بتاع نفس الموضوع بنعمله في الطبخ أنا دايما بقول إيه؟ الطبخ في ناس كتير قوي تقولك الطبخ ده علمي خلاص؟ هو علمي طبعاً الطبخ علمي إمتى بالنسبالي؟ لما تبقى شغال في مطعم محتاج تطلع كمسين طبق نفس الطعم نفس الشكل نظبوط إنما لو بتطبخ لنفسك أنا باعتبره فن زي ما أنت قلت حياتنا طلقت في حاجات كتير آآ أقربها فأنا جيت في وقت لقيت نفسي في منتصف التلاتينات لوحدي بقى لي تقريباً عشر سنين بشتغل في الكوربريت وهكذا فقررت إن أنا حسيب ده وحبتدي أمشي وراء حلوة ها؟ أوي خطير وحبتدي أمشي وراء الشغف اللي عندي اللي هو أنا حكتين عندي التمثيل والطبخ هما دول الحكتين اللي أنا بحب أعملهم والحمد لله يعني يبقى ربنا كرمه وحظه حلو اللي يأكل عيش من إيه؟ من حاجة بيحبها الحمد لله طيب عندنا خلاص الرز بتاعنا استوع عشان الكمية صغيرة وعشان رولنج بويل أو الغلوة سريعة ما بياخدش وقت كتير خالص من هنا بنعمل إيه؟ بنبتدي ننزل بالزبادي بتاعنا ممكن سباتيولة عشان من جبك فضل مبدل وبننزل بالزبادي ودي إيه عمر بقى قبل ما نصور قال لي إن زبطة القاعد سنة على ما تعلم الزبطة حقيقة ويعني كنت بجرب في والدي هو كل مرة يعني بابا كان هو اللي بجرب فيه بس الحمد لله نقنلنا رضاه قريب الحمد لله الحمد لله فبتقعد بقى بس هو موضوع الرز ده أنا هجرب أعمل الوصفة دي في الشبكة وسنارة طبعاً يا ريك أنا أنا أزود الرز على الكشك أنا أحب الكشك جداً هو الرز بيدي قوام كده للكشك الأزيز جداً بقى الرز أصلاً محبوبة يعني أنا بالنسبة لي الرز أهم حاجة في الحياة وأنا كمان الرز؟ أنا كمان أنا رجل بتاع الرز وأنا هو صغير كنت باك الرز بالمستان شم كده؟ لا أنا هدوه أنا لسه عجل شم يا شم؟ أنا هدوه على طول بليز حلو قد بس ناقص ملح نا هو لسه بقى الملح يدوله جيد دلوقتي أتحبت حاجة حلقة؟ شكي وتدك شمي أه ده عبارة عن طماطم فلفل حامي ملح فلفل وطوم هاي ده ده هو انا احنا بنعمليه بنستنى بقى لحد ما اسمه الكشك يلف يعني إيه تبتدي تلاقي القوان بتاعه وبتدي هيتها شوية وبعد كده بنزله وبنبرده فبيمسك بقى بيبعمل زي الكشك اللي احنا متعودين لكن مش بتحط عليه هنطل السمك طبعا السمك والبصل هينزله دلوقتي وباقي الطماطم وكذا ده النعناعة بينزل مع شوية زيت زتون في الآخر رأس هنا هننزل بالملح هتحطها بتملحوين لأنه أنا وقتل حاجة ملحوين طبعا وهنحط شوية من الفلفل الأسود ننشف بس اللي بيحصل في روشنا ده يا حسن احنا يعني ايه أيوة على جديد أيوة نبص بقى كل ما بنقلب أكتر كل ما بنلاقي ايه القوان بتاعنا بيتقل عشان الدقيق يس طيب هنا بقى هشان هننزل بالبصل المحمر هتخلصه هننزل بالبصل المحمر هتخلصه والسمك خلاص يلا قروسة مسلوقة أنا باكل القروس أصلا ممكن لكله مسلوق زي ما هو كده انا ممكن لكله هاي جود رفلاكس جود رفلاكس هنزل بالسمك مزيكة وجو جميل ايه جمال ده ايه جمال ده ايه الجمال ده ايه اللي زيزة دي وادي البصل المحمر مش كله؟ اه وهننزل بباقي الكمية الطماطم والفلفل والتوم خلاص كده تمام نلف بقى الكلام ده كده كويس قوي خلاص كده هيبقى فضلنا ان احنا هنسيبه يتقل شوية ومنها هنسب على طول على طبق التقديم هنطلع فاصل اعتقد على ما يخلص؟ يا سلام يلا بينا جميل عمر مساعدين في كل حاجة بس انا برضو ماشي معاك كويس هنطلع فاصل سريع ونرجع على حضراتك على طول حلو قبيل تخش حتى رجعنا من الفاصل معايا صديقي العزيز عمر اسماعيل الشاف والفنان والممثل والكوربريت كل حاجة اخجلت توضعي يا راجل واعمل لنا بقى الكشك بتاع الوصفة العائلية كشك السمك كشك السمك كشك السمك فاضل بس الوقتي هيعمل الفينيشين توتش بقى الايه التوتش الاكيد بس ده برضو في الوصفة طبعا في الوصفة لكن ده بقى ايه الجارنش عشان كده لما انت جيت قلتني حط البصل محمد قلتك لا ده غير بقى كشك القلمازية ده بنعمل له توبنج مختلف اوكي وده بيعمل طبقة اولا بيعمل طبقة زيت فبتحافز على الكشك بتاعها كيقدر يعطي في التلاجة اكتر كتير لانه واكنه مقفول عليه مصبوط شوية حلوين لان احنا عايزين نغطي الوش كله اوكي التوصة سخنة جدا التوصة سخنة جدا فانا هرفع اهو منع البوتجاز اصلا ومنها بص النعناع هيبتدي يعمل ايه يطبع الزيوت بتاعته في الزيت حلو جدا اهو وهنرفع تاني رمار هبنار ثواني بس بالزبط ثواني بالزبط بص شايف هتلاقي الصغير منه ابتدى يغماء ابتدى يغماء مظبوط احنا ايه هتشيل كده اهو المفروض ينزل وعلى طول بس احنا ما سخنهوش قوي خلي باله متوزع كله كده بقى وانت بتاكل تعصر اللمون وعيش مقرمش مظبوط كده اه احنا ما نحطلوش لمون مع الكشك بس يعني ممكن تحطلو احنا ما نحطلوش لمون احنا بننزل عيش بلدي متحمص على البوتجاز لحد ما يحروق كده الطروف بتاعته بصل اخضر وشوية بتنجمل خلوته ده كده ايه الميكس كله وصل نديله بس تحريكة كده عشان بتتطم ان كل حاجة رطت كل حاجة يمسك بقى كده طيب هنعمل ايه بقى مع الكلام ده هنعمل واحد ملكشيك فراولة كده في السريع بقى يرطب علينا في الايه في اللي احنا فيه ده مكونات لبن وفراولة وايس كريم وشربط اي حاجة بقى تبقى اي حاجة يفضل تبقى فراولة او توت عشان تميكس مع الفراولة حين خلاص انا هنا عايز معلقة بليز او شوكا هننزل بالفراولة بتاعتنا دي برضو كانت فراولة فروزن بقت فراولة فروزن صايحة عليها هنزل بالايس كريم في العادي لو كميت الايس كريم اكتر من كده وماسك نفسه بنزل نص يا شام دلوقتي ونص في الاخر خالص الزبط كلاسكوب عشان يبقى عامل ايه دي حاجة تعلمتها واحدة من حلقات رمضان عملناها مع يايا ملكشيك يايا ملكشيك اه ده دلوقتي هو متصدر السحة بتاعت الملكشيك في مصر هبقى اخدك نلوح نجربه شوية من السيرب واخر حاجة شوية من اللبن ويحبش اكتر اللبن في الملكشيك هو فيه ايس كريم متالي ايس كريم ما نحطش كمان اي حاجة سكر لان الشربات مسكر والايس كريم مسكر طب مش مين احتاج احنا نحليه خالص اهو وندر ولا اللبن ولو كان عندك ايس كريم كنت هتحط كنت بقى حط دلوقتي ايس كريم واضرب ثانية واحدة بالزبط عشان يبقى لسه فيه القوام التقيل بتاعه بسات التقديم تاخد ثانية معالك لا ولا يا حاجة مش عايزت مش عايزت مش هيمسك مش هيمسك اه مش هيمسك موان عشان كده مش هيمسك بص بقى القوام بص بقى القوام عمل ازاي احيانا مش هقدر ابص بص اه يلا بينا يا سلام يا عمر لا وسائع وكمان ايه رفريشن جدا خطير وعندنا الكشك بتاعنا كمان بص هو ممكن يتاكل شكلنا ايه ما اخدماش حاجة هو ممكن يتاكل اه زي ما هو دلوقتي انا بفضل ان احنا بنسيبه يسقع بندخله التلاجة بيمسك نفسه اكتر وزي ما قلت لك بقى عيش بلدي بصل اخضر بتنجنل خل والتوم وهو ده كشك السمك بتاعنا بتاع عائلة الاسماعيل الاسماعيل ده والعصير او ملكشيك خطير عشان بس يرطب على اللي احنا فيه اه فعلا زبط الدنيا جدا مرسي جدا 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 بجد يعني مش عارف اقول لك قدية انا مبسوط انك معايا ومبسوط ان انا تعلمت منك وصفة جديدة كمان انا دايما لما ببعت لما بعملها ببعت للحباب او اذا من المرة الجاية هبعت طبق على البيت خلاص وتشرفت بيك كالعادة يعني ربنا اخديك شرف لي نشوفك في حلقة جديدة من قادة صحاب باي باي اشتركوا في القناة 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 موسيقى